المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي معكم فيها أحمد العنزي والبداية دوماً بأبرز العنوين اللقاء برطة كلهم لما تكلف في موضوع الرئاسة الرئيس أو نام الرئيس إنما الطرق لقضايا عامة وقضايا تهم الشارع الكويتي اللقاء النيابي اجتماع على التعاون وطرح لورقة ديسمبر وإعلان عن التصويت الإلكتروني إن شاء الله تشكيل الحكومة سيكون وعز إلى مخرجات المجلس الإنمان تواصل المطالب والأمال النيابية بتشكيل حكومة على مستوى الطموحات الأمير للشيخ سعاد الصباح تأهنئة من القلب التكريم والنجاح ديوان الخدمة المدنية يطلق خدمة إلكترونية لإقرار الصحيفة الجنائية كان الجامل علينا عقد هذه الجمعية بصفة غير عادية اختيار لجنة خماسية لإدارة الاتحاد إدارة موقته لجنة خماسية لإدارة اتحاد المزارعين موسيقى وفي النشرة تحية ملكية وترحيبات خليجية في الاجتماع النيابي التعرفي الذي دعا إليها النائب سعدون حماد غاب الحديث عن رئاسة مجلس الأمة وحضر تجديد الإعلان عن الترشحي لمناصب أخرى مصحوبا بالتجديد على ضرورة التعاون النيابي لحلحلة القضايا والملفات التي تهم الشارع الكويتي ففي اللقاء الذي حضره عشرون نائبا جدد في حماد تأكيده على ترشح نفسه لمنصب نائب رئيس المجلس مبينا أن قاعة عبدالله السالم هي من ستحسم المنصب في حين قالت النائب صفاء الهاشم أنها ستترشح لمنصب أمين السر من جهته قال النائب حمد الهرشاني أن التصويت على الرئاسة سيكون ألكترونيا لافتا إلى أن الورقة ليس لها فائدة مؤكدا أن المصلحات العامة تتطلب أن يكون التصويت إلكترونيا وهو الأمر الذي سيكون مرضيا للجميع ركزنا على التعاون من أجل حل كثير من القضايا التي تهم الشعب الكويتي ونشكرهم كذلك لمن حذر ونلتمس العذر كذلك الأخوان الذين غابوا لظروف معينة الذين غابوا لكل يوم لما يتكلفوا في موضوع الرئاسة الرئيس أو نام الرئيس إنما الطرق لقضايا عامة وقضايا تهم الشعب الكويتي وقد شهد الاجتماع عرض النأب أحمد نبيل الفضل جملة مقترحات ونقاط عمل حملت عنوان ورقة تفاهم ديسمبر تركزت حول التفاهم المشترك بين النواب على تقديم وتعجيل الموضوعات المشتركة بين أعضاء المجلس وأشارت ورقة الفضل إلى الاتفاق على تأجيل النقاش في الموضوعات الخلافية إلى ما بعد انقضاء دور العنقاد الثاني وللحديث عن اللقاء النيابي وورقة ديسمبر التي عرضها فيه ينضم إلينا عبر الهاتف النأب أحمد الفضل أردنا بعضا من النقاط التي تضمنتها ورقة تفاهم ديسمبر فهل لك أن تطلعنا على المزيد؟ مساء الخير مساء النور مساء الخير على المشاهدين راي نعم كما عرضتوها هي ست نقاط أساسية قابلة للتعديل قابلة للتنقيح قابلة للزيادة وكذلك قابلة للنقصان كل همنا كان أن نشترك على أطر عامة عناوين عامة فإذا رأيت النقط هذه تجدها عنوان عام ولكن الرؤية والحل داخلها احتفظنا فيه خارجا لأننا عندي رؤية والنواب الآخرين كل واحد فيه عنده رؤية مثلا على موضوع نفترض على الإصلاحات الاقتصادية فخلينا الرؤى تناقش في وقتها ولكن الآن نريد توجيه النقاش وتوجيه الجهد لما هو مشترك ما بين الجميع هناك قضايا خلافية أعتقد نضيع للوقت أن نبلش فيها وأعتقد الأخوان الذين كانوا موجودين اليوم الكل أثنى على هذه المبادرة وهذه ما هي إلا مبادرة فقط نريد أن نجمع الكل على اتجاه واحد وبعدين خلنا نخلص دور العقاد أول دور العقاد ثاني ننجس فيه حق العالم لكن ما تراه أنت من مضيعة للوقت قد يراه غيرك بأنها أولويات هل هناك الأهم توافق نيابي من حضور الاجتماع اليوم حول ما اجتملت عليه الورقة من نقاط والتي تقدمت بها بارك الله فيك ما أراه أنا لا يراه غيري هذا في المواضيع اللي فيها خلاف النقطة اللي أمامك لا يوجد فيها خلاف من 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 الموجودين الآن أو من لم يحضر عنده خلاف على إيجاد هالعاسم ونهائي للدورة المستلدية للمجلس والحكومة وتقليص المعاملات الورقية على الناس وميكنة القطاعات القدمية من؟ من عنده مشكلة بتقصيص جزء من جميع الإدارات القدمية بالدولة المواطنين في المستشفيات بلدية وتحديد لاينات لخدمة كبار السن منه هل حصلت ورقتك على توافق نيابي؟ من من حضر؟ نعم نعم الكاملة بكامل من حضر بكامل من حضر بل كل واحد فيهم ألقى كلمة بدأ كلام أغلبهم بالإشادة بهذه الورقة وأنا يعني كم طارحة مواكة أنها قرآن منزل إنما هذا مجهودي هذا ما رأيت أن الأغلب يتوافق معاه لو تلاحظ أن هذا الكلام اللي الآن موجود لا يعتبر أولوياتي أنا أنا أول المتنازلين عن أولوياتي في سبيل الالتقاء على قاعدة مشتركة وتأجيل هذه الأمور لدوار العقاد التالية الآن ما نريده هو الآتي ثماني شهور الجاية تلحقها ثماني شهور وراها دور العقادة لوراها نريد إنجاز يحس فيه الناس متشريعات من غير تطبيق أنا يكفيني أن يطلع تشريع واحد وراقب الحكومة ورغب عليها إلا أن تطبقها أفضل من 115 مشروع أطلعها ولا يوجد تطبيق لو لا لواء داخلية ناقصة أو تعيينات خاطئة نحن الآن عندنا رؤية أخرى في طريقة التناول مع الحكومة وكيفية تطبيقها أو ألزامها بالتطبيق ونحن على مقربة أيام قليلة وربما ساعات من إعلان التشكيل الحكومي ما هي ورقة الأبنيات والمطالب التي ينتظرها الفضل من الحكومة الجديدة شكلا ومضمونا نحتاج وزراء متوافقين مع التشكيل الحالية كما هي هذه التنويع الموجودة في المجلس نحتاج أن نرى نعكاسا لها في تشكيلة مجلس الوزراء يجب أن يكون هناك عامل الشباب موجود ناس نستطيع أن نتحدث معهم نفس اللغة ناس غير مؤطرين ناس غير مؤدلجين الآن نبني ما هدى الوزراء السابقين الوزراء اللي مروا عندنا ثلاث أربع وزراء هدوا وطفشوا الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كوزير الصحة مثلا الكارثة اللي خلفها وراها كارثة عظيمة فإعادة توزيره هذا كأنه إعادة تأزيم الموقف مرة أخرى أنا الآن نحاول لملمة صف المجلس يتأتينا الحكومة الآن وتشق الصف هذا ما لا نريده فالآن نريد أن يعني سمو الرئيس ينظر للمجلس ويراعي ويراعي حكمته في الاختيار نبي نبي ما هدى هالناس اللي تطفشوا والأموال اللي أهدرت هذه كلها نريد الآن أن نضع قانون تشريع أنا أتكلم عن تشريع ما أتكلم عن أطالب الحكومة واضح كنت معنا عبر الهاتف أحمد نبيل الفضل شكرا جزيلا لك تقدم المرشح الحاصل على المركز الحادي عشر بالدائرة الرابعة فراج العربيد بطعن في نتائج الانتخابات مطالبا بعادة الفرز والتجميع ومؤكدا أن الفوز كان من نصيبه وفي ذات السياق أعلن النائب السابق مبارك الوعلانة عزمه تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة أيضا قال النائب حمد الهرشاني أنه اجتمع مع الأمين العام لمجلس الأمة والمستشارين لمناقشة استعدادات الجلسة الافتتاحية بصفته رئيسا للسن وأضاف الهرشاني أنه تمت مناقشة ترتيبات الجلسة الافتتاحية وآلية الإشراف عليها ومتابعة سير الجلسة إلى حين انتخاب رئيس المجلس تصرح الهرشاني وتصريحات أخرى في تقرير رباب الدح بين الرابع من ديسمبر والحادي عشر هنا تحضيرات وتجهيزات للجلسة الافتتاحية وفي الخارج لقاءات واجتماعات نيابية محورها التشكيلة الحكومية فتصريحات نواب لم تتوقف منذ تكليف الشيخ جابر لمبارك بتشكيل الحكومة الجديدة وبهذا الصدد قال نائب مبارك الحجرف إن على رئيس الوزراء الجديد التمعون جيدا وقراءة مخرجات الانتخابات داعيا إياه أن يختار للتشكيلة الحكومية رجال دولة أكفاء ينهضون بالكويت تصريح الحجرف قابله تصريح مشابه للنائب ماجد المطيري انتمنى أن الحكومة إن شاء الله في تشكيل الغادم هذا أعتقد خلال ثلاثة وثلاثة ستكون تشكيل الحكومة فإن شاء الله تشكيل الحكومة سيكون موازية للمخرجات المجلس المنطيري على صعيد آخر تتواصل تجهيزات والتحضيرات في الساحة البرلمانية للجلسة الافتتاحية تحضيرات تبدأ فعليا يوم الثلاثاء من خلال لقاء تنويري للنواب الجدد كالعادة إن شاء الله الأمان العامة مستعدة وإجراءاتنا كلها إن شاء الله على غدم وساق وفي يوم الثلاثة إن شاء الله القادم بعد بكرة الساعة 11 عندنا لقاء تنويري للأخوة الأعضاء الجدد راح نجتمع جميعا مع قيادات المجلس وراح يكون في صورة تعريفية لكل قطاع وماذا يقدم من خدمة إدارية وفنية للأعضاء بشكل عام الافتتاح طبعا راح يكون الساعة 10 يوم الأحد راح نتشرف في تشريف سمو الأمير بهذا الافتتاح كالعادة وطبعا الجلسة الافتتاحية فيها انتخاب الرئيس والرئيس وأمين السر وباقي مكتب المجلس بالإضافة إلى اللجان المجلس الدائم والموقعة هذا وقد أتمت الأمانة العامة لمجلس الأمة توزيع دعوات الحضور للجلسة الافتتاحية حيث من المقرر أن يفتتح أمير البلاد الجلسة صباح يوم الأحد المقبل تليها أول جلسة برلمانية ينتخب فيها رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس واللجان ربابة داح الراي بعث أمير البلاد الشيخ صباح الحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ الدكتورة سعاد الصباح بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية لعام 2016 في مجال الثقافة والأداب ذلك لدورها البارز في تعزيز وضع المرأة العربية وخدمة الثقافة وفنون اللغة العربية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح وتحقيق كل ما تصب إليه من إنجازات لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل المختلفة كما بعث ولي العهد الشيخ نوافل أحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك ببرقيات تهنئات مماثلة الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات بديوان الخدمة المدنية أحمد العبد الجليل أعلن تطوير الديوان خدمة إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتزويد الجهات الحكومية بحالة الصحيفة الجنائية للمرشح وأوضح العبد الجليل بأن هذه الخدمة تأتي ضمن ميكانة إجراءات التعيين وقد تم الانتهاء من ربطها آليا وتم تفعيل الخدمة وأطلاقها اعتبارا من تاريخ 20 من نوفمبر الماضي وأشار العبد الجليل إلى أن الخدمة تسرع من إجراء الصحيفة الجنائية وتوفير الوقت على المرشحين والحصول على المعلومات بشكل آلي وفوري مدير عام الإدارة العامة لعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل حشاش أكد أن أجهزة الأمن اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والعمل على تقليل انعكاساتها وأثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن وأضاف الحشاش أن كافة الإمكانات الفنية والبشرية تم حجدها لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية تحت شعار المخلفات الخرسانية من عب إلى منفعة اقتصادية وبيئية انطلق ملتقى إعادة التدوير من أجل بيئة مستدامة وأكد رئيس اللجنة العليا للملتقى في مؤتمر صحفي فيصل الشريفي أن الملتقى سيعقد ما بين الثالث عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ويمثل حلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة للتعامل مع أزمة النفايات وكيفية تدويرها بالطرق الصحيحة هناك ورق مقدم من القطاع الخاص كون يملك أدوات مهنية وأدوات تطبيقية قد تساهم بصورة أو بأخرى بحل مشكلة إعادة التدوير التي نعاني منها الكويت لم تعد قادرة على الاشتعاب مزيد من النفايات في مواقع الردم ولذلك العالم يتجه نحو إعادة التدوير وتخلص التام من المخلفات بكل أنواحها جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي للمزارعين عقدت اليوم لانتخاب لجنة الخماسية لإدارة شؤون المزارعين القيام بأعمال الاتحاد وقد انتخب عضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص لتولوا القيام بأعمال مجلس الإدارة وكان الزام علينا عقد هذه الجمعية بصفة غير عادية لاختيار الإجنة الخماسية تتولى أدارة شؤون الاتحاد لحين انتخاب مجلس دارة جديد وذلك حسب ما أقره النظام الأساسي للاتحاد واستناد لنص المادة خمسة وعشرين منه ولذلك ندعو أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين باختيار لجنة خماسية حسب ما تراه القمعية مناسب لدارة شؤون الاتحاد تجرى جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي للمزارعين لاختيار لجنة خماسية لإدارة الاتحاد إدارة موقتة حتى إجراء انتخابات رسمية خلال شهرين تدير الاتحاد بشكل رسمي خلال حضوره احتفالية ترحيبية في مهرجان زايد التراثي في أبوظبي أبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تفاعلا مع الترحيب الذي أقيم احتفالا بقدومه ظهر الملك سلمان وهو يلوث بيده محييا الهزيجة التراثية التي أقيمت ترحيبا به موسيقى موسيقى وفي الكويت سبق الترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصوله للبلاد والمقرر يوم الخميس المقبل حيث أطلق مغردون هاشتاغ على تويتر بعنوان الكويت ترحب بوسلمان والذي لاقى تداولا وانتشارا واسع النطاق أعلن بنك بوبيان انطلاق حملة نور بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي الحملة التي سيتم من خلالها إجراء أكثر من ألف عملية لعادة البصر لعدد كبير من الأطفال والكبار في دولة النيجر هذا المشروع بلشنا فيه من شهر رمضان والحمد لله وصلنا للرقام الذي نستطيع أن نوصله وخلال ثلاثة أيام جميع الوفد سيغادر إلى نجر مع مجموعة من الأطباء المتطوعين الكويتيين جزاهم الله خير سيبدأ الرحلة والعمليات ومدتها تقريباً أسبوع والأسبوع هذا إن شاء الله يكون الأمور يعني يكون سوينا شيء إن شاء الله نكون نحن سوينا شيء أو وصلنا الهدف لنقدر نوصله التتاحيات متدنية تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم في الاقتصاد أغلقت بورصة الكويت تداولاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع أربع عشرة نقطة وعشر نقطة للسعري في حين تراجع الوزني بنحو ستة عشر نقطة أما مؤشر كويت خمسة عشر فقد اختتم تعاملاته منخفضاً بنحو خمسة عشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو أحد عشر مليون وخمسمائة ألف دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي مائة أحد عشر مليون ومائة ألف سهم كشفت الأمان العامة لمجلس التعاون الخليجي أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول الخليجة أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من ستة مليارات دولار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين إلى حوالي مائة وخمسة عشر مليار دولار العام الماضي ولاحظ تقرير الأمان الذي أعده قطاع المعلومات التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمهوري الخليجي عام 2003 على نمو التجارة البينية بزيادة ملحوظة للتبادل التجاري بين دول المجلس في السنة الأولى لقيام الاتحاد بنسبة بلغت 51% انطلاق موسم الرياضات البحرية تفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم بعنوان أنتم فخرنا أطلق النادي الكويتين الرياضي للمعاقين مهرجانا احتفاء باليوم العالمي لذول الإعاقة وذلك تقديرا الدور المتميز للرياضيين الكويتين جميعا المهرجان الذي يسمر حتى السادس من شهر ديسمبر الجاري بدأ بافتتاح معرض السفارات العربية والصديقة المعتمدة لدى الكويت ومن ثم تقديم أوبريت فني وطني بعنوان برقن عالي جسد انجازات الرياضيين الكويتين منذ انطلاقها حتى الآن بمشاركة عدد من الفنانين الكويتين كما تضمن المهرجان تنظيم البطولة الرياضية المحلية في مختلف الألعاب الرياضية الخاصة بذوي لعاقة هذا النادي شرف وطننا الكويت في عدة مناسبات آخرها في البرازيل في البرا أولمبك حقق البطل أحمد المطيري ميدالة ذهبية في سباق الدراجات أيضا نحن دائما نشوف العزيمة القوية لأبنائنا من فئة المعاقين في هذا النادي تدفع الجميع أنهم يواصلون العمل في خدمة وطنهم الكويت ويمثلونها التمثيل المشرف أنا طبعا نيابة عن أخوي الشيخ فهد الجابر العلي رئيس اللجنة اللمبية وأخوانا أعضاء اللجنة اللمبية سعيد في تواجدي اليوم في هذه المناسبة والتي توافق اليوم العالمي المعاقين هو انطلاقة إن شاء الله بذل الله انطلاقة أيضا لألعاب خاصة برياضة المعاقين داخل النادي كويتة الرياضة المعاقين تستمر حتى منه طبعا من ثلاثة حتى السادس من ديسمبر طبعا كل الشكر للشيخ سلماء الحمود الصباح على رعاية لهذا الوباريت وكل الشكر الشيخة الشيخة القليفة الصباح وبعضا والشكر منصول المهندس الدعيج العتيبي نائب رئيس اللجنة الأنبياء ورئيس نادي الرماية وكل الشكر لجميع الحضور ونتمنى ان شاء الله تستمر هذه الفعاليات في ظل ودعم سيدي حضرت صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح سمو ولي عاد الأمين نظمت لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي سباق الكويت السادس لقوارب النزهة والبروكلاس إلى جانب تنظيم سباق الهيئة العامة للرياضة للدراجات المائية ففي سباق الكويت لقوارب النزهة والبروكلاس وفي فئة قوارب 28 قدما حقق الفريق المكون من خالد الحسن ومحمد العماني المركز الأول وفي فئة 21 قدما فاز بالمركز الأول الفريق المكون من مصطفى دشتي وعدنان القلاف أما في فئة قوارب النزهة جاء في المركز الأول الفريق المكون من الأخوين أحمد فاضل وخالد فاضل وفي سباق الهيئة العامة للرياضة للدراجات المائية للقدرة والتحمل حصل المتسابق عبد الرحمن غازي العمر على المركز الأول في فئة الجالس ستوك للمحترفين في حين حصل زيد اسماعيل الزيد على المركز الأول في سباق القدرة والتحمل لفئة الجالس ستوك للمبتدئين الكويت السادس لقوارب طبعا هنا دمجنا اللعبتين اليوم مع بعض حاولنا أمس أن تكون عندنا جولة بطولة الكويت للقوارب السريعة لكن الجو أمس كانت السريات ما ساعدتنا اليوم استغلنا فترة وقوف المطر من فترة الصباحية لحد الآن هذه استغلنا أن نكون الرياضة الكاملة لعبة الجيتسكي وكذلك القوارب السريعة الحمد لله رب العالمين اليوم أبطال الكويت وأبطال القوارب السريعة حققوا إنجاز كلعبة محلية أو كلعبة إن شاء الله تنطلغ للدولية بالمستقبل لكن كان هناك مشاركة عدد كبير من أبطالنا في الكويت وكذلك أبطال الجيتسكي يعني قنيين عن التعريف اليوم سوينا نظام المراثون عساس أننا نعطي حتى المبتدئين أنهم يشاركون وأنهم يحققوا المراكز وقبل ختم نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة